موسيقى 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 نحن حاليا في مستشفى الشفاء للأمراض الصدرية والتنفسية نحن حاليا نستقبل كل الأمراض المعدية التي تحدث في مدينة الموصل ومن ضمنها المرض المتفشي حاليا اللي هو مرض الحصبة واللي يعتبر من الأمراض الشديدة العدوى ويتسبب بسبب فيروس روبيلا طريقة انتقال الفيروس تحدث عن طريق الرداد المتطاير من السعال والعطاس من المريض أو عن طريقة ملامسة الأسطح التي موجود فيها الفيروس حيث للفيروس القابلية على العيش فيها على الأسطح لمدة ساعات أعراض هذا المرض حقيقة تبدأ بحرارة السمر لمدة ثلاثة أيام تتبعها طفح جلدي وإحمرار وحرقة في العينين مع حدوث بقعة في البطانة الداخلية للخد تسمى كوبليكس سبوت وهذه تعتمد في تشخيص المرض مع حدوث أعراض في الجهاز التنفسي مثل السعال وضيق في التنفس التشخيص عادة يكون بالاعتماد على الفحص السريري والذي يعتمد على ظهور الأعراض عند المريض والتشخيص أيضا يكون عبر الفحص المختبري عن طريق أخذ مسحة من الحلق أو عينة من الدم أو قد تكون عينة من أدرار المريض علاج هذا المرض حقيقة لا يوجد علاج محدد لهذا المرض عادة يكون العلاج عن طريق علاج الأعراض المصاحبة لهذا المرض عن طريق توفير عزل المريض أولا وتوفير قصد من الراحة واستعمال خافضات الحرارة واستخدام المضادات الحياوية إذا كان هناك إصابات بكتيرية ثانوية للمرض السيطرة عن المرض تكون عبر شقين الشق الأول هو عزل المريض حتى نمنع انتشار هذا المرض والشق الثاني هو عن طريق أخذ اللقاحات اللقاح عادة يعطى للمريض من 12 إلى 15 شهر حسب جدول اللقاحات لدينا في العراق ثم هذه جرعة أولا والجرعة الثانية تعطى للمريض بين سن الأربعة إلى ستة سنوات حقيقة بدأ هذا المرض ينتشر بشكل كبير مع حلول فصل الشتاء نصيحة للأهالي عند ملاحظة أبنائهم عند حدوث أي حرارة أو طفح جلدي عليهم مراجعة المراكز أو المؤسسات الصحية لتشخيص المرض وعزل الطفل في البداية أو المريض هذا يكون أحد أسباب الوقاية من انتشار هذا المرض ترجمة نانسي قنقر